شادي ما أهمية هذه القضية بطبع يعني USDT عملة USDT هي ثالث أكبر عملة مشفرة بتالي هذه القضية كيف ستنعكس على هذه العملة؟ نعم نوف أهمية عملة USDT والعملات المستقرة هي تعتبر العمود الفقري في سوق العملات المشفرة USDT التي يتم إصدارها من قبل الشركة تيثر هي ثالث أكبر عملة مشفرة وأكبر عملة يتم تدولها بشكل يومي أكثر من عملة البتكون أهمية عملة USDT هي تعتبر الوسيط ما بين العملات الدارجة مثل الدولار اليورو الريال والدرهم والعملات المشفرة الأخرى مثل البيتكوين والإيثر وغيرها أي عملية شراء وبيع لهذه العملات يجب تحويل العملات الدارجة كالدولار أو اليورو إلى عملة مستقرة يعني one to one وثم شراء العملة عملة البيتكوين فلنفرض وعملية البيع نفس الشيء لذلك هي تعتبر العمود الفقري لسوق العملات المشفرة عملة USDT هي أكبر عملة مستقرة من ناحية الماركت فاليو بالإضافة لتمثيلها لسوق العملات المستقرة هي تستحوذ على 70% من تداولات العملات المستقرة في السوق مقابل عملات أخرى مثل الـ USDC طبعا الشركة التثر تحتفظ بإحتياطي كبير لتغطية حجم قيمة السوقية لهذه العملة كما ذكرت في الخبر تحتفظ بأذنات خزانة أمريكية كاش ذهب وعملات بيتكوين في حال تخلق الميزان أو استقرار هذه العملة ممكن أن يتم عمليات بيع قوية على هذه العملة وخسارة قيمة السوقية لعملة التثر بشكل كامل بس حقيقة شادي نحن نعلم أنه USDT يعني too big to fail بالتالي هل ممكن أن نرى يعني عوائق انهيار هذه الشركة أو يعني العملة هي أكيد من أهم العملات المستقرة وأكبرها too big صحيح ولكن to fail صعبة جدا خاصة في سوق العملات المشفرة لنستذكر في مايو من عام 2022 عملة USDC المستقرة المرتبطة بتيرالونا انهارت وكانت حوالي تقريب القيمة السوقية حوالي 40 مليار دولار تبخرت ليش؟ لأنه تم هناك تغطية أو نشر بيانات مضللة عن الاحتياطي وراء هذه العملة وانهارت العملة تبخرت أموال حوالي 40 مليار دولار من المستثمرين لذلك هي شركة كبيرة طبعا ولكن صعب جدا أن نقول أنها قد لا تنهر ولكن لا ننسى أن تأثير انهيار عملة المستقرة مثل الـ USDT لن يكون تأثيره فقط على المستثمرين ولكن أيضا على منصات التداول منصات تداول مثل باينانس أوكي اكس أغلب هذه المنصات تحتفظ باحتياطي من العملات المستقرة ولكن يجب أن نتطرق ذلك لموضوع المستثمرين يعني المستثمرين كيف عليهم التحوط من عوائق ربما انهيار هذه العملة في حال انهيار العملة المستقرة USDT التأثير ليس فقط على حاملي هذه العملة ولكن على المنصات وعملاتها المرتبطة لأن هذه المنصات تحتفظ باحتياطي من عملات الـ USDT فإذا فرضنا عملة الـ USDT وصلت إلى الصفر جميع هذه الاحتياطات سوف يتم خلخلتها لذلك أكيد التنويع بين العملات المستقرة نفسها USDT, USDC, USDT, EURU اليورو المرتبط المستقر برضو يجب هناك تنويع في هذه المحافظ من العملات المستقرة وفي نفس الوقت تحوط بعدم وضع هذه العملات على المنصات ونقلها إلى المحافظة الباردة ترجمة نانسي قنقر